تنفيذا للقرارات الصادرة من لجنة مخالفات سكن العزاب نظمت إدارة الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء حملة على سكن العزاب ومخالفات الأحمال الكهربائية الزائدة في منطقة السالمية المخالفات اللي اليوم رصدناها طبعا هي حالات لتغيير حجم المصاحرات والفيوزات دون علم الوزارة طبعا هذه المخالفة تصنف كمخالفة جسيمة وهي العبث بشبكة الكهرباء يعني لولا أن تمت الحملة اليوم ورفعنا التمديدات المخالفة كان طبعا المستقبل ممكن تكون تحدث شورت أو يضرب عندنا الكابل نتيجة هذه الأحمال خصوصا أن السكن هذا اللي أمامنا أو خلف الأعفون سكن عزاب فهذا فيه أحمال عالية جدا من الكهرباء وأيضا استهلاك عالي من المياه الحملات السابقة والحالية أسفرت عن التزام بعض الملاك بالقرارات الوزارية وتقلص عدد المخالفات عدى بعض التجاوزات التي تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حاليا لازم يقوم بمراجعة وزارة الكهرباء والماء إدارة القانونية بتحرير أو عفوا بتوقيع محظر تعهد وتفع التكاليف اللي صارت طبعا المخالفة نفسها بحيث أنه يردي عد الإجراءة نفسها القانوني تابع خاصة لوزارة الكهرباء وعدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة ثانية المخالفات بدأت تقل لحد كبير يعني وبالنسبة حق سك العزاب بدأوا يفضون ويقلبون على أساس أنه يقلبون عوائل يعني إحنا كنا باليوم نطلع على 15-20 بيت نحن كان نطلع على ثلاثة أربع بيوت وتهدف مثل هذه الحملات تفعيل القرارات المتعلقة بالسكن الخاص ومعدل استخدام الأحمال الكهربائية وتأتي لصالح السكان بالمقام الأول كونها تحافظ على إيصال الكهرباء والماء لمستحقيها دون أي إخلال أو تجاوز على حقوق الدولة لتلفزون المجلس رياض العبادي